اهلا بالفنانين طلوا على السعودية على شموسه من رياض وده في حد ذاته عادي جدا وده لاننا بالفعل بنحب اشقاءنا في السعودية مفيش مزايدة ولا كلام في الموضوع دو لكن بالتأكيد مع اللي بيحصل في غزة واهل غزة لازم يكون في اختلاف في الامر لازم يكون في وقفة شوية الحقيقة النهاردة هنتكلم عن فضيحة احمد عز محاولة تحسين صورته محاولة غسل صورته قدام جمهوره يا ترى مين الاعلامي اللي فضح احمد عز وكشفه احمد عز للأسف انكشف قدام جمهوره استغلال تام للقضية الفلسطينية هو ايه اللي بيحصل طوى اخواتنا هناك بيموتوا وبعض الفنانين اخدوا الموضوع كأنه سبوا بحاولوا يستفادوا منه باقصى استفادة يا ترى عمل ايه احمد عز هنتبه مع بعض ونبدأ الفيديو على طول بعض الفاصل ما ننساش بقى دلوقتي نضغط لايك للفيديو ما شاء الله حفلات عشا وتقديم عروض مصرحية وافلام بتتصور في السعودية كل ده شيء جميل جدا ولكن ايه اللي حصل بقى مع احمد عز احمد عز بعد حفلة عشا مع آل تورك اتفاجئ ان هو قدم له ساعة هدية الساعة دي كانت منها غالي جدا بتنتجها شركة امريكية الحقيقة انتجت منها 18 ساعة فقط في العالم منهم ساعة احمد عز واللي تقدمك له دية الساعة دي تمنها بالمصر حوالي 34 مليون جنيه وبالدولار حوالي 755 ألف دولار المشكلة هنا ان صدى البلد وبعض المواقع المهمة واللي معلوماتها وثيقة جدا اكدوا بقى ان احمد عز تبرع بالساعة دي لصالح القضية الفلسطينية وصالح اخواتنا في غزة وطبعا التبرع ده عن طريق الهلال الاحمر والكل هنا ويف ضرب له تعظيم سلام لان بالفعل الشيء مهم جدا انه يعمل حاجة زي كده ويكون عنده انسانية لكن هل ده حصل ولا لأ جي بقى الصحة في هانيا عزب وهو اللي كشف احمد عز وفضحه الحقيقة هو اتصل بالهلال الاحمر وتم التأكد ان احمد عز لم يتبرع بالساعة لصالح القضية الفلسطينية ولا غيره يعني احمد عز بيحاول فقط انه هو يحسن صورته قدام الناس وقدام جمهوره وبيحاول يكسب ويستغل جسس الشهدة في غزة وفلسطين شيء صعب جدا الحياة في فارق كبير جدا من الفنانين وبعضهم وكلنا شفنا طبعا الموقف اللي يحترم من الفنان محمد سلام لما رفض انه هو يسافر ويقدم مصرحية الزواج اصطناعي مع الفنانة ما يعز الدين وطبعا بالتأكيد ضع عليه فلوس كتيرة جدا لان انتم طبعا عارفين مدى الهدايا والاقامة والحاجات اللي انتم عارفينها اللي بتحصل لما الفنانين بيسافروا السعودية ولكن هو فضل انه هو ما يسافرش رفض انه هو يغني ويرقص واخواته بيموتو في غزة الحياة فنان يحترم جدا علشان بس الناس اللي قالوا عليه انه هو بيعمل كده على شهن الشهرة والترين لا علمكم وديكم شفتوا بنفسكم ساعة بس هدية لأحمد عزب 34 مليون جنيه مصري وعلى فكرة بش هو بس اللي بياخد هدايا يعني بالتأكيد محمد سلام كان هينوبه من الحب بجانب زي ما بيقوله كده بالبلدي يعني ضعت عليه مبالغ طائلة طيب هل الشهرة والتريند دولة كانوا هيجبولوا الفلوس دي طبعا لا والحقيات المواضية هنا بترد على بعضها انتم عارفين المخرج خليد يوسف لما عقد قرانه على شليمار الشربط للسعودية أثناء عقد القران وكل اللي حضر عقد القران من صحفيين ومزعين وكل الحضور كانوا بياخدوا هدايا إيه؟ علبة فيها فصة ألماظ ووزنه كان إيراد يعني بيوزع على الحضور ألماظ يعني موضوع أحمد عز والساعة الهدية وكشفه بتبرق محمد سلام علشان نعرف قد إيه هو كان هيحصل على مكاسب مادية كبيرة جدا وهو تنازل عنها نرجع بها دلوقتي تاني لموضوع أحمد عز تركى الشيخ بقى نشر الهدية دي وهو بيسلمها الأحمد عز ونزلها على صفحته ولكن هنا يحضرني تساؤل إش معنى أحمد عز اللي صوره ونزل الهدية اللي بيسلمها له على الرغم أنه هو بيدي هدايا الفنانين كتير نرجع لموضوع الساعة أحمد عز ما زال محتفظ بالساعة دي وما تبرقش بيها ولا حاجة أما الصحفي هاني عزب بقى واللي كشف أحمد عز سأل سؤال مهم جدا هل فعلا أحمد عز كان هيتبرع بالساعة؟ طبعا لا وده لأنه هو في مشاكل ما بينه وما بين طلعته زينة أم أولاده المشاكل دي في المحاكم بقى لها فترة كبيرة جدا وعلى إيه بقى؟ على نفقة قدرها 20 ألف جنيه بس مصري في الشهر من الآخر بقى بخل على أولاده بمقدار 20 ألف جنيه في الشهر هل بقى هيتبرع للفلسطينيين بـ 34 مليون جنيه؟ طبعا لا أي عقل وأي منطق هيقول كده الحقيقة في بعض الفنانين اللي بيستغلوا القضية الفلسطينية استغلال سيء جدا استغلال لمصلحاتهم الشخصية بس زي ما بيقولوا انقلب السحر على السحر والموضوع هتعرف ولكن في الآخر عايز أقول لكم اللي عايز يشتغل يشتغل اللي عايز يكسب يكسب لكن بلاش إن احنا ندخل القضية الفلسطينية في كل حاجة بلاش إن احنا ندعي الإنسانية وهي مش موجودة بالفعل عندنا قول اللي هتعمله أكتر من كده ما تقولش وده لأن الموضوع لو اتكشف زي موضوع أحمد عز الموضوع هيكون سيء جدا وصورتك السوق يعني زي ما بيقولوا كده الترابيزة تقلبت عليها ولكن في نهاية الفيديو عايزين نقول لأحمد عز لو قلت كلمة بالفعل ياريب تعملها وبلاش شغل الأفلام ده وطبعا احنا عارفين دلوقتي أحمد عز بيستعد لتصوير أولاد رزق الجزء التالت وطبعا فيلم يتم تصويره الأيام الجاية تحت رعاية هيئة الترفيه وغيره وغيره الله يزيد ويبارك وينوّر ولكن رسالة لكل الفنانين خلي بالكم متصرفاتكم ومسلوككم لأن دلوقتي غير زمان السوشيال ميديا خلت الناس دلوقتي بتفكر وما ينفعش خلص الاستخفاف بالجمهور وده لأن الجمهور زكي جدا بيقدر يميز الكلام المزيف والكلام الحي لحد هنا نهني حلقتي معكم النهار اكتبوا بقى دلوقتي كلمة وعلقوا على موضوع أحمد عز يا ترى ايه رأيكم في موضوع الساعة دوة وتصريحات أحمد عز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة